طبعا اليوم عندنا قصة جدا جميلة وجدا حلوة خلوكم معايا من بداية القصة إلى نهاية القصة أورد ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيسا وفيهم رجل اسمه حدير رضي الله عنه وكانت تلك السنة في شدة من قلة الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم زود جميع الصحابة ونسي حدير رضي الله عنه مضى الجيش وحدير رضي الله عنه لم يزوده النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام لقلة الطعام في تلك السنة مضى حدير رضي الله عنه وفي آخر الركب ويردد كلمات عظيمة لا أحد يسمع من الجيش إلا الله سبحانه وتعالى يسمع تلك الكلمات التي خرجت من حدير رضي الله عنه ما هي تلك الكلمات كان حدير رضي الله عنه يردد تلك الكلمات العظيمة والله سبحانه وتعالى يسمع حدير ويقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعمة زاد هو يا رب نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله أرسلني إليك ويقول قد زوت كل أصحابك ونسيت حديث رضي الله عنه هو في آخر الركب يردد ويقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعمة هو الزاد يا رب نعمة هو الزاد يا رب قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن كلام حدير فكلامه له نور ما بين السماء والأرض فابعث إليه بزاد دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الجيش وعطاه زاد وقال له اذهب إلى حدير وقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وأنه قد نسيك وأرسل الله جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرك عن حدير وأعلمني وصل إلي جبريل يذكرني بك وأعلمني مكانك ذهب الرجل بالزاد إلى حدير رضي الله عنه ووجد حدير يردد تلك الكلمات العظيمة لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعمة هو الزاد يا رب نعمة هو الزاد يا رب سلم على حدير وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وأن الله أرسل يا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك بحدير انظروا يا حب نزل جبريل عليه السلام بأمر من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذكر بحديث اللي هو في آخر الجيش لما سمح حديث هذا الكلام من الصحابي اللي أرسلوا النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى على الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال حديث الحمد لله رب العالمين ذكرني ربي من فوق عرشه ومن فوق سبع سماوات ورحم ضعفي وجوعي ثم دعا حدير رضي الله عنه بدعوات عظيمة اسمعوا ماذا دعا قال يا ربي لم تنسى حدير فاجعل حدير لا ينساك الله أكبر ما أعظم هذه الدعوات ما أعظم تلك الكلمات التي خرجت من حدير رضي الله عنه كان يردد ويقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حوله ولا قوة إلا بالله الصحابة اللي أرسلوا النبي عليه الصلاة والسلام حفظ كلام حدير ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال حديد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت نوراً ساطعاً ما بين السماء والأرض الله أكبر يا أحبة الله لم ينس حديد رضي الله عنه يا أحبة نستفيد من هذه القصة من كان مع الله كان الله معه من أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله عند الملائكة من أكثر من ذكر الله شرح الله صدره وغفر الله ذنبه ونار الله قلبه وفرج الله همه ويسر الله أمره ذكر الله يا أحبة راحة للقلوب وطمأنين للنفوس كن مع الله ولا تبالي خليك قريب من الله سبحانه وتعالى الله رح يسعدك في الدنيا والآخرة الله يسعدكم